في شأن آخر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج التروحات يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة تملكية الدولة والتي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض الموقف الخاص بالشركات والمكرر أن يشملها برنامج التروحات خلال الفترة المقبلة في عدة قطعات حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرحة وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطرحات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة حيث يكون جانب من الطرح في البرصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة وجانب آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها والتوسع في الإنتاج والتشغيل